ضيوفا جاءوا وسكنوا العراق بعد نكبتهم عام 1948 ومضطهدين مطاردين مشردين أصبحوا بعد الغزو الأمريكي إنها قصة اللاجئين الفلسطينيين في العراق على وجه الخصوص من بقي منهم بعد الذي تعرضوا له على يد الجيش الأمريكي والقوات الحكومية فيما بعد ظروف صعبة لا يلتفت لها يقاسيها مئات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الحكومية بينهم أطفال وشيوخ ذو المعتقلين يؤكدون أن أبناءهم يقبعون في ظروف إنسانية سيئة داخل السجون في بغداد والناصرية والسليمانية ولا تتوفر لهم أدنى شروط العدالة في مراجعة قضاياهم أو استئناف الأحكام الصادرة ضدهم خصوصا أنه لم يتسنى لهم توكيل محامين ولم تتوفر شروط المحكمة العادلة لهم كما أن المحققين الأمريكيين قد تعاملوا معهم بشكل غير إنساني في معتقل أبو غريب وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب مصادر كشفت لصحيفة العرب الجديد ظروف الاعتقال وكيفيته وأكدت أن أي ضابط أو مسؤول أمني يكلف بمهمة التحقيق في قضية أمنية ويفشل فيها يقوم بإجبار معتقلين فلسطينيين على الاعتراف بالجريمة تحت التعذيب وأحيانا يتم جلبهم من الشارع الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2008 شهدت أكبر عملية اعتقال للفلسطينيين وهؤلاء ما زالوا قابعين في السجون دون أن يشملهم قانون العفو المفترض الذي أصدرته الحكومة أمام هذا الواقع يحاول من تبقى من الفلسطينيين الخروج من العراق إلى بلدان أخرى وفي الفترة الأخيرة وصل ما يزيد عن 75 عائلة فلسطينية إلى بريطانيا بعد موافقة الأخيرة على إعادة توطينهم مأساة وقصة تهجيرين الأولى على يد الصهاينة والثانية على يد من حكم العراق بعد الاحتلال ويدعون معادات الكيان الصهيوني اشتركوا في القناة